التقى رئيس لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضر موت العام حرو الشيخ حسن الجابري بوفد من الأكاديميين الممثلين لجامعات حضر موت ووفد من ممثل النقابات بالمحافظة وخلال اللقاء أكدت الوفود على تأييدها للخطوات التصعيدية واضعين على طاولة اللجنة عدة اكتراحات وآراء عن سير عملية التصعيد ليكون لها تأثير وضغط أكبر التحقيق من طالب أبناء حضر موت وانتزاع الحقوق كاملة التي جاءت لأجلها الهبة الحضرمية ورحب أشيخ الجابري بالوفود التي أعلنت تأييدها للهبة الحضرمية وانضمامها مشيرا بضرورة التنسيق بين جميع مكونات المجتمع الحضرمي لانتزاع الحقوق داعيا جميع أبناء حضر موت للصمود والوقوف خلف قيادة الهبة ومنوها بأن حضر موت اليوم لن تكون ضحية للمخربين بل هي قادمة على مرحلة استحقاقات وتمكين أبناء المحافظة من إدارة محافظتهم بكل مفاصلها